اكدت سعادة السيدة امنى بن تحمد الرمايحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ان مملكة البحرين تدعم كافة الجهود التنسيقية المشتركة مع الدول العربية الشقيقة لتنفيذ محاور ومبادرات الاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية وذلك بالتوازي مع جهود المملكة لتنفيذ الاجندة الحضرية وهدف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة جاء ذلك لدى مشاركة سعادتها في الاجتماع التاسع والثمانين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب والذي انطلقت اعماله اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة وثمنت الوزيرة التقدم المحرز للدول العربية على صعيد تنفيذ الاهداف التنموية ذات الصلة بالقطاع الاسكاني وما تتضمنه التقارير الوطنية من انجازات ومكتسبات في هذا المجال ونويها تم بالدور التنسيقي للامانة العامة لجامعة الدول العربية لابراز تلك النتائج في المحافل الدولية وقالت الوزيرة الرميحي ان المكتسبات التنموية المتحققة في مملكة البحرين على صعيد قطاع السكن الاجتماعي نالت العديد من الاستحقاقات الدولية واستحسان المنظمات الاممية والعربية والاقليمية كما نوهت بالتوجه المتنامي في المنطقاء لتبني سياسات مبتكرة ترتكز على اشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين في ظل ما يحظى به هذا القطاع من خبرات وموارد وامكانيات تدعم جهود توفير السكن الملائم للمواطنين